هلو فريبادي هلو جريد ايت توداي والاستودي ده ماتري فيجين فور جريد ايت ساكند بارت. النهاردة ان شاء الله هناخد الساكند بارت من الماتري فيجين جريد ايت هنراجع الجيومتري بإذن الله هناخد مجموعة من على جميع اجزاء المنهج اللي احنا ادرسناها قبل كده. علشان اختبار متعدد التخصصات هيكون عبارة عن اسئلة ملتبل تشويس. بيقول لي اين لابزت فيجر? طبعا ايكويلاترال يبقى عايز مجره في انجل اي سي دي. الانجل دي سميناها انجل. طب الانجل ترايانجل بكام? يبقى الانسر عندي هتكون سي. حد سألت ليه? هتقول له كل واحدة بسكستي ديجريز. ويحنا درسنا قبل كده. يا مستر ان. الاكستيريار انجل ايكويلز. يعني الاكستيريار اللي هو يكون راية في البي. يبقى هنسميه اي بي سي. خد بالك وميديك الاي سي بيقول لك انك عندك ميديان مرسوم يا مستر من البي. طب احنا درسنا الثيروم دي يبقى الميديان ده. هيكون على طول يا مستر ايكويلز هاف هايبتونيوس. الهايبتونيوس عندي بتوينتي. يبقى الميديان ايكويلز تن. عايز يا مستر يعمل كومبيرين بتوين واي زي ان ايكس واي. في الحالة دي لازم يكون عندك انجل ايكس ايكويلز وات. just add the two angles then subtract from 180 degrees. 70 plus 60 equals 130. هتعملها subtract من 180 ديجريز. now measure of angle x equals 50 ديجريز. خد بالك بقى. الواي زي ده يا مستر اوبزيت للأكس. طيب الاكس بكام الاكس بففتي ديجريز. الاكس واي اوبزيت للزي. اللي زي بكام يا مستر بسيفنتي ديجريز. يبقى الاكس is less than z. يبقى على طول هتعمل لزان. دي ثيروم اخدناها في اليونت الاخيرة. number four بيقولي the length which can be length of sides of a triangle are. طبعا احنا عارفين كلنا هتروح على الصغيرين. just add them. لو كان الصم بتاعهم is greater than the third one يبقى ينفع ان هما يكونوا يا مستر length of sides of a triangle. هتروح على نمبر اي? zero plus three is less than five. يبقى دول مش هينفع. three plus three equals six. six is greater than five. يبقى هما دول. لو انت كملت الاختيارات الموجودة عندك three plus three equals six. فاده مش هينفع. three plus three equals six. six is less than seven. يبقى ده مش هينفع برضو يكون يا مستر length of sides of any triangle. number five بيقولي the triangle in which the measures of two angles of it are forty two and sixty nine. هو حيز يحدد هنا type of the triangle. علشان تحدد type لازم تجيب الاول third mister angle. طبع ازاي just add the two given angles then subtract from 180 degrees. لما هتعملهم plus. البلاس بتاعهم 1111 degrees. هتعمل subtract from 180 degrees على طول الثرد angle هتطلع لك 69 degrees. هتلاحز انك انت عندك 69 اتقررت مرتين. يعني انت عندك two congruent angles على طول ده isosilis triangle. يبقى الانسر عندك هتكون ايه? number six. مديك right triangle. وبيقولك angle C يا مستر is double A. خد بالك. ايه ال relation between A وال C هتلاحون two complementary angles. ليه? لان الصن بتاعهم 90 degrees لان ده right triangle زي ما اتفقنا. طيب انا عندك C is double A. دول معروفين جدا. C add A مرتين معناها ان دي ب60 degrees ودي ب30 degrees. اخدناها قبل كده. لو مش عارف هتكون equation. هتفترض ان A بX والC ب2X. sum بدعم three X equals 90. X هتطلع لك ب30. اللي هي A. يبقى على طول ده 3060 mister triangle. يسموه مسلس 3060. طيب ال opposite side لل 30 degrees is half hypotenuse. هو بيسأل هنا على hypotenuse AC. طيب ال opposite ب6. يبقى hypotenuse is double. يبقى hypotenuse على طول ب12. يبقى AC equals 12 سنتيمتر. يبقى الانسر عندك هتكون D. number seven. بيقولي the triangle which has three axes of symmetry. طبعا كلنا عارفينه هيكون. لو سألك على الايسوسليس هتقوله one. number eight بيقولي the sum of length of two sides in a triangle. طبعا هنا the triangle is greater than the length of the third side. طبعا لو عكسها لك وجاب لك the length of the third side. يبقى على طول هتقوله is less than the sum. يبقى هتختار greater than. number nine بيقولي if the length of two sides in a isosilis triangle eight وfour. يبقى على طول هو ايسوسليس. يبقى انت عندك two sides are the same. ممكن third side. يكون four او يكون eight. بس في واحد هنا هينفع واحد مش هينفع. لو هنفترض انه بfour. وهتجرب in equality triangle. four plus four eight is equal to eight. الثالث يبقى ده كم ده مش هينفع. يبقى لازم يا مستر يكون على طول eight سنتيمتر. يبقى عندك sides هتكون eight eight four. في الحالة دي four plus eight equals twelve is greater than eight. يبقى هينفع. يبقى third side هيكون eight سنتيمتر. number ten in triangle ABC measure of angle B equals 130. بيسأل على longest side. ال longest side هنا هيكون opposite لل B. طب اشرفك لان B هو choose angle. فطبيعي ان هي هتكون the greatest angle. طيب خد بالك ان التريانجل اسمه ABC فانت بتدور على الحرفين الغيبين. two letters يا مستر. يبقى opposite side لانجل B هو مين? هو ال A C. يبقى عندي the greatest side is A C. number eleven بيقول لي in the opposite figure. عايز ال X plus Y بكام? الجملة دي مهمة جدا. علشان تجيب ال X plus Y بكام? لازم تحاول تسمي two interior angles بالنسبة للتريانجل الموجود عندك. انا سسمي دي angle one وسامي دي angle two. وهاجي اسألك. what's the relation between X and Y first X is equal to Y? يعني الاثنين two congruent. اشرفك من العلامات الموجودة على الرسم. طب ايه العلاقة بين ال X وال one? two adjacent supplementary angles. الاثنين supplementary. وكذلك ال Y with two supplementary. طب يا مستر. ال X equals Y. وال X supplements one. وال Y supplements two. هنستنتج على طول ان angle one is congruent to angle two. في الحالة دية مستر يبهما equal in measure. طب عشان تجيب اي واحدة فيهم. هتحاول انك just subtract one hundred degrees from one hundred eighty degrees. then divide by two. سهلة جدا متكررت كتير معانا. one hundred eighty minus one hundred. مستر equals eighty. now divide by two. each of them equals forty degrees. طب انا هستفيد ايه? انا هستفيد كده ان انا قدر اطلع ال X وال Y. ال one equals two equals forty. يبقى على ديجريز تايمز two. على طول هتديني two hundred eighty ديجريز. يبقى الانسر عندك هتكون D. number twelve بيقول لي triangle XYZ is an isosilis triangle. خد بالك يبقى انت عندك two angles are the same. هو اديك ال X ب one hundred وطالب ال Y. نفس الفكرة اللي فاتت. just subtract one hundred from one hundred eighty degrees. نستنتج ان احنا عندنا two angles are mister eighty ديجريز. خد بالك عشان تجيب اي واحدة فيهم. divide by two equals forty ديجريز. يبقى الانسر هتكون D. number thirteen بيقول لي triangle ABC is an equilateral triangle. يعني هو equilateral triangle. بتستنتج ان اي انجل فيه بكان بsexty ديجريز. قلناها ورا. number fourteen بيقول لي the length of a side opposite to the angle of measure thirty degrees. in the right angled triangle equals what? the length of hypotenuse. برضو اتكررت معنا في سؤال فات. اخد بالك in the opposite side the thirty degrees is half mister the length of hypotenuse. يبقى الانسر عندها تكون ايه? number fifteen. if the measure of the vertex angle of an isosilis triangle is eighty. طب يبقى البعض. كل واحدة فيهم بكام. خد بالك نفس الحكاية. just to subtract 80 degrees from 180 degrees هيبقى لي 100 degrees. هما الاثنين. هما الاثنين congruent each of them. يبقى divide by two. يبقى طول equals 50 degrees. اتكررت معنا برضو. number sixteen. the number of axes of symmetry of isosilis triangle. قلنا equals one. لو سألك على اكويلاترال هتقول له three. على سكالين triangle هتقول له zero. number seventeen in triangle a b c. measure of angle a equals 50. measure of angle b equals 60. هو عايزة longest side. خد بالك لازم الاول تجيب measure of angle mister c. طب السي بيكام just mister add 50 plus 60 equals 110. subtract from 180 we get c equals 70 degrees. يبقى the greatest angle is c. يبقى the longest side the opposite side of c. هتدور على الحرفين الغايبين اللي هما ال a وال b. ما تنساش السيجمان. يبقى عندي هيكون الانسر a. number eighteen a triangle has one line of symmetry. هيبدأ يقول لك هو عنده one line of symmetry. لحد كده هو ايه? صح? هو ايسوسليس. بس رجع قالك the length of two sides are four and eight. يبقى التالت هيكون ايه عندي? اه. التالت هيكون ايه? يبقى هو مازال ايسوسليس. ما تغيرش. يبقى then the length of the third side is. اه. يبقى هيكون ايت. متكرر. number nineteen in triangle a b c. if a b equals a c. و b equals forty degrees. هتحاول ترسم علشان تستنتك. عندك ال a b equals ال a c. ايسوسليس. هو قال لي ال b بforti degrees. هتستنتك على طول ان السير اخرى بforti degrees. طب هو عايز ايه? هو عايز الايه? just add forty plus forty equals eighty. يبقى ايه على طول هتكون طبعا هتكون obtuse. فالرسم هنا غير مطابق للحاجات اللي احنا قلناها. بس ده بيؤدي ان احنا جبنا الاجابة. number two to one. طبعا from the base هتقول one to two. طبعا مش موجودة هنا ايه. بس هو قال لك ال vertix يبقى two to one. number twenty one in triangle a b c. a b equals seven centimeter b c equals ten centimeter. then the length of a c. must satisfy which of the following inequalities. خد بالك بقى. حيثة مهمة هنا. هو بيسأل على third side. اللي هو مين? اللي هو a c. length of a c is greater than and less than. هتجيب ال difference وتحطه هنا. between them ten minus seven equals three. وتجيب sum وتحطه هنا ten plus seven equals seventeen. يبقى ال a c ده مستر هيكون محصور بين. included بين. ده بيسميه. طب يبقى انت عتختار ايه? is greater than three. خد بالك ممكن يغيرك في شكلها ما غيرش في شكلها يبقى هي بي. خد بالك هنا ان هو مختار هنا جايب لك نفس الجملة بس is greater than or equal طبعا مش هتختارها خطأ. انا عايز greater than and less than. number twenty two in triangle a b c if measure a equals sixty four. will be by thirty five. هو عايز برضو the longest side. هتحاول تجيب the third angle. فلازم الاول تعمل adding the two given angles. sixty four plus thirty five. هقوله sixty four with thirty five. just add we have ninety nine degrees. ninety nine degrees لو انت قلت one hundred degrees هتبقى ايتي هتضيف one هتبقى عندك ايتي ون. طب الجريتست انجل هنا مين? اه هنا السي هي الجريتست انجل. هو عايز اللونجست يبقى اللي هو الاوبزت للسي هيكون ال a b. ما تنساش تحط السيجمنت يعني يكون عندي a b. number twenty three. if the measures of two angles of triangle forty one hundred. then the triangle is what triangle. هو عايز هنا تتايب. يبقى انت لازم تجيب third angle. just add the two given angles. تقرارك تي. one hundred forty degrees. هتجيب الثرد. هتبقى forty degrees. هيصبح عندك two angles are the same. forty and forty. يبقى على طول هو isosilis triangle. اخذناها. number twenty four. if the length of two sides in an isosilis triangle seven and three. يبقى على طول third one هيكون seven. مش هيكون three. اتكررت برضو معنا. يبقى الانسر هتكون c. number twenty five in triangle a b c of of measure b equals one hundred twenty. then the longest side. طبعا one hundred twenty. يبقى هي obtuse. يبقى هي the largest angle. يبقى على طول هتدور على الحرفين الغيبين. لو مش عارف هترسم التريانجل. انت عندك الانجل b. يبقى الغيبة هيكون عندي الاي والسي. يبقى longest mister side is a c. number twenty six in triangle a b c. مهمة جدا. هتحاول ترسم تريانجل عندك. واخد بالك ال b b 90. يبقى هتحط هنا ال b. ال c يا مستر او ال a بي كان بثارتي ديجريز. انا هحط ال a هنا بثارتي ديجريز. وال b هنا. يبقى ده هنا ثارتي وهنا سيكستي ديجريز. يبقى هو ثارتي سيكستي تريانجل. هو ال a c بتان. ال a c. دي ال b. طبعا اخد بالك انا هحط ال c هنا مفيش مشكلة. ال a c بتان. يبقى هو هيسألك على ال a b على طول. او ال b c. ال b c a. اللي هو اوزت للثارتي ديجريز. يبقى هيكون بفايف على طول. يبقى مستر بفايف سنتيمتر. نوبر 27. هو بيقولي. ال c a equals ال c b. طب ال b ب x. يبقى ال a رخة ب x. طيب احنا نستنتج ايه تان. هو عايزة ال value بتاعة ال x ليه بكام. دي ال exterior angle 100 ديجريز. يبقى ال interior ب 80 على طول. 2 supplementary angles. just measure subtract 80 from 180. we get what? we get 100 ديجريز. وبعدين divided by 2. هتطلع لك ب 50 ديجريز على طول. يبقى ال x equals 50. بعض الناس هتفكر بطريقة عكسية. ازاي? دي exterior angle. يبقى equals ال a plus ال b. طب ال a plus ال b بي كام? اه بتو اكس. لو ان هما الاتنين قد بعض. ليه عشان عندنا ايسوسوليس طبعا هنا عندي ايسوسوليس تريانجل. طب يبقى ال c بي كام على طول ب y بلاس تن. معلش الرسمي نشوطها شوية. هو عايز ال y بكام? طب انقود بالك عندك دي 40 ديجريز. يبقى 180 minus 40. يديني كام يا مستر? اه يديني 140 ديجريز. يبقى y plus ten times two. لان هما الاتنين قد بعض. equals 140. divided by two both sides. مفيش مشكلة. يبقى y plus ten equals seventy ديجريز. خد بالك بقى. يبقى y equals 60 ديجريز. just move ten to the other side to be subtracted. we can get that y equals 60 ديجريز. ممكن بعض الناس بتكيبها بترعي سهلة اكتر. بتقول لك y plus ten دي يا مستر equals 70 ديجريز. على طول. ليه لانك انت عندك الاتنين قد بعض والواحدة فيهم ب70 يبقى y plus ten equals 70. يبقى الواحدة وطولها تطلع ب60 ديجريز. فكده يبقى احنا انتهينا من ريفيجن math grade 8. فرع الجومتري. اشوفك على خير ان شاء الله. ما تنساش لو عاجبك البيتي تعمل لايك في شير مع صاحبك. سبسكرايب في القناة.